المؤتمر هو امتداد المؤتمرات التي سبقته وخاصة مؤتمر برلين واحد ومؤتمر برلين اثنين وكذلك مقرارات مجلس الامن الدولي وبنفس الوقت ما تمخذت عنه اجتماعات جينيف مجموعة خمسة زائد خمسة المجموعة اللجنة العسكرية اللجنة العسكرية المشتركة انا ارى في هذا المؤتمر الدولي الذي انطلق اليوم بحضور جميع الدول الفاعلة والدول المؤثرة والمتأثرة بالازمة الليبية اراه بانه دخل الى المرحلة التنفيذية لمجموعة القرارات التي خرجت بها برلين واحد وبرلين اثنين لكن هناك اشكالية انه عندما استمعنا الى الكلمات الرئيسية كلمات ديبيبا رئيس الوزراء الليبي ووزيرة الخارجية الليبية وكذلك مماثرة الامين العام للامم المتحدة لاحظنا ان الحديث هو عن الشرعية السياسية لم يكن هناك حديث عن الشرعية الدستورية بمعنى انه سنشهد انطلاقة او انطلاقة انتقالية نحو مرحلة اخرى لكن بشرعية سياسية وليس بشرعية دستورية وهذا ما يضع ليبيا امام هدف جديد هو الانتقال من الشرعية السياسية الى الشرعية الدستورية